التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة البنك المركزي حسن عبدالله على همش فعاليات قمة المناخ كوبا 27 حيث تم استعراض عددا من الملفات المهمة يتألقاء في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي ومتبعت ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسؤولي مؤسسات التنويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تنويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخبراء ضمن فعاليات القمة كما تنول الاجتماع موقف توفير التنويل اللازم لشراء السلع الأساسية حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة في سياق آخر التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غدقالي التي أشهدت بحسن تنظيم قمة المناخ وخلال اللقاء أكدت واري أهمية جهود مصر تميزها في استضافة وتنظيم أكبر مؤتمر على الإطلاق تنظمه الأمم المتحدة كما تطرقت إلى الجهود التي يقوم بها المكتب بالتعاون مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر من خلال البرامج التي يتم تنفيذها في دول شمال إفريقيا أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه للمساهمة الإيجابية لمنظمة اليونيدو في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الأشهر الثلاث المقبلة مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية وفقا لتوجهات القيادة السياسية ونسعى لتطبيقها على مدار عشر سنوات مقبلة من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة في مصر جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير عام منظمة اليونيدو لمناقشة جوانب التعاون بين مصر والمنظمة حيث عبر مدبولي عن تقدير مصر لدور اليونيدو في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر خاصة في المجالات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي الصناعي والطاقة الجديدة شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات هانوال مصر وذلك بشأن تحقيق التمييز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة قال مدبولي إنه تأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية وذلك تحقيقا للتمييز التشغيلي لها وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصدافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية عام 2025 وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش فعاليات قمة المناخ أكد مدبولي أن ذلك يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الإفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن هذه خطوة تعزز من دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف المجالات وتسهم في تحسين إدارة الشؤون العامة على مستوى المدني والأقل ترجمة نانسي قنقر